اشتركوا في القناة ممكن يفعل الرجل هو إصلاح العلاقة الأسرية متى ما كانت العلاقة الأسرية قوية وعليها درع متين كذا ستنعكس على الطفل وسينشأ نشأة آمنة مع أسرة مستقرة وينعكس عليه في صلاحه وفي تربيته بإذن الله نفهم أنك رومانسي وكذا عشان زوجة مستقلة تجيب سرعة الله يطرح فينا البركة يطرح في الجميع طبعا الشيخ توأكد على كلمة الدعاء أنا أعتقد أن الدعاء هو أهم شيء رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه ضرب مثال الشيخ بنوح وابنه أنا أضرب مثال بالرسول الله صلى الله عليه وسلم عليه وعمه أبو طالب أو أبي طالب فكرر عليه لين نزلت إنك لا تهدي من أحببت لكن الله يهدي من يشاء فأكيد أبو طالب دافع عن الرسول ولكنه مات على الكفر فممكن في ناس أنا ولدك أكيد أنك تتمنى له الصلاح ولكن الأمنيات ما تكفي إذا أنت ما تشتغل صحي فأعمل وأول قبل العمل كله ترى الدعاء والله يا شباب الدعاء أيضا الدعاء هذا ممكن أربطه بمسألة الصحبة التي توكي أن أقولها ترى أصدق الحب الدعاء أنت في يوم الأيام سترحل وستوضع في لحد تتمنى أمني أنه لك صاحب ما ينساك يدعو لك صحي يا شباب أصدق الحب الدعاء اصنع لنفسك ترك بكرة بتروح وما حولك أحد من الحين اجمع لك صحبة يدعو لك والله بصالح بظب الله يساعدك الله يعطيك العالم